بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري القناة الأولى وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج متوفرة وموجودة على الشاشة ممكن أنكم تبعثوا لنا أي أسئلة أنتم عايزينها تبعثوا لنا أي اقتراحات أنتم عايزين تقدموها معنا في الحلقة أو ببساطة ترجعوا لمحتوى حلقتنا السابقة في أي وقت ومهما كان نوع الحلقة مجرد بس أنكم تكتبوا العنوان أو تكتبوا الموضوع اللي أنتم عايزينه هتلاقوا على طول أن في محتوى خاص بهذا الموضوع سواء على القناة الأولى على اليوتيوب أو على حساب يحكى أن على فيسبوك الحقيقة أننا بقلنا فترة يعني في ناس كتيرة قوي قوي جالها دور كده خلينا نقول إيه الدور اللي ماشي يعني دور البرد اللي ماشي أو دور العاية اللي ماشي وعايز أقول لكم أن الحكاية دي مكتاحة الدنيا كلها يعني مش مصر بس مبدئة يعني عدد كبير جدا من الأشقاء والإخوات في الدول العربية والدول الأوروبية والولايات المتحدة في حالة كده يعني حصلت والناس كلها كانت يعني أو مش كلها يعني ناس كتيرة قوي كانت عيانة علشان كده أنا فكرت على فكرة أنا من ضمن الناس اللي خدوا هذا الدور وده يمكن يعني مرة جديدة بيجاوب على سؤال ناس كتيرة أو بتسألوا لنا هو الدكاترة بيعيو الدكاترة على الفكرة بيعيو أكتر من الناس العادية لأن الدكاترة بيشوفوا المرضى يعني ربنا يعافي الجميع الدكاترة بيعيو وبيسمعوا الكلام وبيروحوا للدكاترة زملائهم في التخصصات المعنية بهذا العاية وبيسمعوا الكلام وأحيانا ما بيسمعوش الكلام وهكذا يعني لكن الحقيقة إنه اكتياح الدور اللي كان ماشي الفترة اللي فاتت دي وما زال على فكرة يعني جربوا انتوا كده هتلاقوا نفسوكو يعني ربنا يعافينا جميع هتلاقوا نفسوكو إن ما كانش حد في البيت كان عيان بهذا الدور هتبص تلاقيه في حد في الأقارب إن ما كانش الأقارب هتلاقيه حد في العمارة أو في مكان السكن إن ما كانش هيبقى في حد مكان الشغل وهكذا في دور كده مشي جامد قوي ويعني زي ما بيقولكو كده اكتاح الحكاية كلها علشان كده أنا الحقيقة فكرت لحضراتكم مجموعة مهمة جدا من النصائح العملية مش نصائح بقى كده في المطلق وخلاص لا ده نصائح بقى وجربوا كده النصائح دي إن شاء الله إن شاء الله يعني يعني هتكتازوا هذا الأمر بكل ارتياح وبكل شفاء بإذن الله تعالى أول حاجة عايز أقولكو إحنا بس مبدئيا عايزين نتفق على إن إحنا هنسميه دور العاية اللي ماشي أو دور العاية المنتشر ليه؟ لإنه أيا كان اسمه يعني أيا كان الاسم مش مشكلة يعني عشان كده أنا بقولكو أول حاجة إن إحنا نتطمن أي حد عيان بهذا الدور يتطمن ليه يتطمن؟ الله ده يا دكتور ده ممكن تكون بعد الشر مش أنفلونزة ده ممكن يكون كورونا بصوا بقى دور برد عادي دور برد جديد نازلة شعبية نازلة شعبية حدا كورونا أو كوفيد لا قدر الله من النوع الكلاسيكي كورونا من المتحورات الجدد التهاب رئوي حتى ها؟ كل المسميات دي مش مقلقة شوفوا بقى مع إن فيها قسامي يتخض بس أقول لكم مش مقلقة عارفين ليه مش مقلقة؟ مش مقلقة لأنه الكرة الأرضية أو البشرية يعني مرت بتجربة عنيفة جدا من فترة صغيرة وأنا قصدي هنا تجربة الكوفيد أو الكوفيد 19 أو الكورونا ربنا يا رب ما يرجعها أيام العالم كله دخل في هذه التجربة يعني للآخر زي ما بيقول كل الدول وطبعا الحمد لله إن إحنا في مصر على فكرة من البلاد اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني حماها بشكل كبير جدا جدا وده كان مجهود سواء من الدولة أو من الأطقم الطبية كان مجهود طبعا كبير جدا لا يقل عن أي مجهود بوزل في أي مكان ولكن عايز أقول إن التأثيرات السلبية بتكلم من ناحية الصحية كانت عنيفة جدا وكبيرة جدا في بلاد المجتمعات أو النظم الطبية فيها كانت قوية جدا يعني فاللي عايز أقوله إيه؟ إن العالم خد خبرة كبيرة في الفترة اللي فاتت دي العالم خد خبرة من الظرف بتاع الكورونا ده اللي قاعد حوالي سنتين اتعلمنا فيهم حاجات كتير كأطباء وكنس علماء وحتى كمرضى اتعلمنا فيهم الأعراض اتعلمنا فيهم إيه اللي بيمشي من الأدوية وإيه اللي بلازم نتراجع فيه شوية طب ولو الأدوية دي بعد شوية إيه أثرها طب وإيه اللي بيحصل وهكذا 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 فالتجربة دي تخلي ما يحدث بعد ذلك أيا كان اسمه إن احنا نتطمن أو نتعامل معاه بهدوء أعصاب مش ببرود لكن نتعامل معاه بهدوء تأكدوا إن حضراتكم لما بنروح لزملائنا وأسدزتنا وتلمزتنا من الأطباء بهذه الحالة أو بهذه الأعراض صدقوني هتلاقوا عندهم كم من العلم والمعلومات مطمئن جداً إنه خلاص كل حاجة عدت زي ما بيقولوا يعني عدت الحالات اللي بتدخل المستشفى والحالات اللي بتتعالج برا المستشفى والحالات اللي قدر الله بتتعالج جوه جوه رعاية مركزة واللي قعده جوه رعاية مركزة عاده قد إيه وما بعد حتى الشفاء بقى فيه خبرة وأنا مش بقول إن إحنا بس يعني اللي شطار لا العالم كله اكتسب خبرة وكان التمن كبير كان التمن محزن وفادح ولكن هكذا الأقدار اتعلمنا من خلال تجربة وحشة فبالتالي إحنا دلوقتي نتطمن نتطمن إن كل حاجة لها حلول ده دي أول نصيحة عايز أقدمها لحضراتكم النصيحة اللي بعد كده إن الناس مش زي بعضها الناس مش زي بعضها في الأعراض في أعراض العية ولا في شدة الأعراض يعني ممكن ناس يجي لها الأعراض بس تلاقي ناس الكحة عندها جمد قوي تلاقي ناس عندها حالة تكسير الجسم جمد قوي يبقى الناس مش زي بعضها لا في الأعراض ولا في شدة الأعراض وبالتالي الناس مش زي بعضها لا في العلاج ولا في فترة العلاج صح كده يبقى المفروض يا جماعة انه بناء على المعلومة البازيك دي او المعلومة المبدئية دي محدش يتطوع ويعلن عن مثلا طريقة علاج او بروتوكول علاج خالص انا دهو دلوقتي مثلا طلعت معاك وهو في وسيلة اعلام محترمة جدا بقولكو نصائح خلاص كده لكن انا الواحد برضو الفترة اللي فاتت ابو سلاقي حد يقول ايه وخصوصا في نطاق بقى الامهات لما تلاقوا فتلاقوا واحدة كده انا شفت ده بعنايا تلاقوا ام تقول ايه يا جماعة انا ابني كان تعبان ابني مثلا في المدرسة في السنة الفلانة كان تعبان قوي وروحت كشفت له والرشدة هي عشان لو حد محتاجها ده كلام خاطئ يا سيدتي ده كلام خاطئ وكلام غلط كبير وما يصحش لان زي ما قلنا الناس ما فيها ما بتتشابهش لا في الاعراض ولا في شدتها ولا في طرق العلاج بتاعتها وهكذا نفس الحكاية برضو تلاقي حد في الشغل يقولك انا بقى السنة ايه كنت تعبان قلنا بقى كنت بتاخد ايه اه كنت باخد كذا وباخد المضد الفلاني وباخد الدول فلاني وخدت مش عارف ايه وبتالي لا غلط غلط لو عندك نصيحة عامة تقولها نصيحة الدكتور قالك دي نصيحة وانت عارف انها نصيحة وانها فعلا مش هتفرق محد انما ما تنصحش بدوى ما تنصحش بنوع دوى ما تنصحش بجرعة دوى ده مش دي مش نصيحة وانا وانا بقول الكلام ده واثق تماما من حسن النواية وطيب النواية انا متأكد من ده محدش بيحب انه يقزي غيره لكن في ناس متصورا ان ده امر طيب او امر خير لكن هو مش طيب ومش خير بالعكس ممكن على اقل الفروض يعني ممكن يطول فترة العلاج يعني حد يقود يقولك انا سمعت كلام زميلي وخدت الدوى اللي هو قال لي عليه وبتاع بس انا بقى لي عشر تيام يا عم طب انت كنت تكسب العشر تيام دول انك تروح للدكتور فيشخصك صح ويكتب لك العلاج المناسب لك انت او لحضرتك انت او لولادكو انتو وهكذا تمام دي كالتاني نقطة عايز اقولها لحضرتكم تالت نقطة عايز اقولها لحضرتكم ان اللي اصيبوا بهذا الدور يعني دلوقتي كده وفي الفترة السابقة افضل حاجة كويسة ما تحزنش ما تزعلش لان كل اصابة مرضية من النوع ده كفيلة انها تدي لأجسامنا مناعة في ايام اكثر برودة واكثر ضراوة في فصل الشتن فيعني فاهمين قصدي يعني ايه الحمد لله اللي خدها خدها بدري شوي تمام طيب دلوقتي بقى الدور اللي ماشي ده الدور الوحش ده اللي ماشي ده هنقول ايه اعراضه الرئيسية عشان تبقوا حضرتكم عارفين فيه اعراض رئيسية اه طبعا فيه اعراض رئيسية اول هذه الاعراض الرئيسية الحرارة ارتفاع الحرارة احنا اتفقنا ايام كان اسمه خلاص ما تشغلوش نفسكم بالاسم هقول لكم دلوقتي انا اصدي ايه من الناحية العملية او من ناحية الطبية خلاص يبقى فيه من الاعراض الرئيسية فيه حرارة فيه حرارة الكحة اه فيه كحة حتى لو ما كانتش في البداية بس بيبقى فيه كحة وبيبقى فيه حالة ما في الأنف يعني يا إم عطس يا إم أن الأنف تبقى محتقنة يا إم أن كلها إفرازات معبية كده يا إم كلهم مع بعض خلاص كده دي برضه من الأعراض الرئيسية برضه من الأعراض الرئيسية تكسير الجسم تلاقي الواحد إيه جسمه كده مكسر ووجع العضلات تلاقي العضلات نفسها واجع الواحد زي ما كون الواحد يقول إيه الواحد زي ما كون كان فيخناقة ولا حد ضربه ولا كان قاعد على كرسي مثلا فترة طويلة مش مريح عضلاتك تلاية وجعك اه فعلا فيه وجع في العضلات تمام الاعراض اللي بتفضل بقى شوية اللي بتكمل يعني احنا اتفقنا يعني لما يحصل حاجة بنروح للدكتور هتلاقوا فيه علاج خلاص العلاج ده ان شاء الله فيه تحسن تحسن تدريجي بس فيه اعراض بتفضل شوية بتكمل معنا شوية حتى الدكاترة هتلاقوا بيقولولكو كده ما تستعجلوش عليه يعني الاعراض اللي بتختفي الدوية الخاصة بالحرارة سواء مضادات حيوية او خوافة حرارة او ما الى ذلك لكن هتلاقوا مثلا الكحة مطولة شوية تمام هتلاقوا ان اعراض الانف قلت ولكن فضل حاجة يعني تلاقي حد يقولك ايه انا لسه بس بعطس انما منخيري مش مزدودة انا لسه بس ايه عندي شوية افرازات كده كل شوية بابا عايزة طلعها انما الحمد لله مش مزدودة منخيري ولا بعطس يعني هتلاقوا تحسن في حالة الانف بس هيفضل عارض كده هتلاقوا برضو بعض التكسير في الجسم او الاحساس بتكسير الجسم لكن اقل طبعا انا بتكلم امتى بعد ما نبتدي العلاق يبقى معنا كده ايه لازم الكشف الطبي والمتابعة الكشف الطبي والمتابعة هو فيه فرق ما بين الاتنين طبعا فيه فرق طبعا فيه فرق وفي الدور ده بالذات ده فيه احتياج شديد للمتابعة الكشف عشان نحدد المرض وبناءا عليه نحدد العلاج او نحدد الحالة المرضية ايه اللي يلزم لها من علاج ونبتدي نوصف العلاج صحي كده طيب هتلاقوا الدكتور ان شاء الله كل الدكاترة شطار يعني وجمال هتلاقي الدكتور يقولك ايه اسبوع واشوفك عشر تيام واشوفك مش هيزود عن عشر تيام ممكن يعني هي بالكتير قوي اسبوع يقولك ايه هنلتزم بالدول فلاني ده سواء بقى لحضرتك لزوجتك لبنتك لولدك عارفين ليه بعد هي دي المتابعة عارفين ليه بعد اسبوع علشان اما تغيير العلاج يعني ممكن يغير لك حاجة في العلاج مش عشان هو غلطان لا عشان استجد حاجة فممكن تغيير العلاج ده يبقى بالاضافة يعني يزود لك دو او يحزف لك دو او يعدلك جرعة من دو يعني انت محتاج الرشدة الاولى دي او الاسبوع خلاص في المتابعة بقى لما بتروح له ومسلا ممكن يقولك ايه هنعمل اشعة تصدر اشعة عادية اشعة عادية خاط الفكرة فيه ناس بتتعامل مع اشعة تصدر عادية دي يعني انها حاجة مش يعني اي كلام يعني فيه ناس يعني انا انا شفت بجد الناس دي يعني الناس دول فعلا هم بس لو يسمعوا الكلام بتاعنا بتاع الاطباء والله العظيم هيرتاح انا شفت في مركز اشعة احد مرافز اشعة شهيرة يعني شفت مريض بيقول لي للموظف الرشدة فبيقول له ايه اشعة تصدر قال له لا هو الدكتور طالب اشعة صدر انا باعيز اعمل رانين فقال له تعمل رانين ليه قال له ما يعني اشعة صدر دي ما ببينش حاجة ده المريض اللي بيقول هو معتقد ان ان الاشعة المقطعية احسن والاشعة الرانين احسن واحسن يا سيدي الفاضل ده امر خاطئ اشعة الصدر دي بتبين حاجات والمقطعية بتبين حاجات والرانين بتبين حاجات والدكتور مش مش مكسل يعني ان يقول لك اعمل رانين بس هو شايف أنه أنت محتاج ده في الوقت ده محتاج أشعاد صدر وبالنسبة الأشعة العادية مش بس الصدر أشعة العادية على الرجبة والأشعة العادية على الرجلين والأشعة العادية على كده دي بتبين حاجات كتيرة قوي بس الناس برضو بتفتكر أنه الحاجات اللي من زمان دي أصبحت أقل أهمية في حين أن هي حاجات مهمة جداً جداً تمام؟ هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل مع حضراتكم مجموعة من النصائح الهامة جداً جداً عن الدور الوحش اللي ماشي ربنا يا رب يعافي الجميع منه ويشفينا جميعاً يا رب إن شاء الله أهلاً وسهلاً بحضراتكم في القسم الثاني من حلقتنا النهاردة في يحكى أنا واللي بنخصصها لتقديم نصائح عملية جداً خاصة بالدور اللي ماشي دور العاية اللي ماشي واللي اتفقنا في بداية الحلقة إن أياً كان اسمه فيه تعامل صحيح معاه ما تقلقوش والاسم مش هيفرق قوي في طريقة التعامل بيفرق أحياناً في جرعات الأدوية في أنواعها إنما ما بيفرقش قوي مش معنى كده إن احنا ما نقولش يعني التشخيص بس أصدي إن فيه بعض الناس بعض الناس لما بيبقى يعني لما بيتشرح لهم التشخيص بتفصيل قوي بيبقى عندهم استقبالهم للأمر بيكون وحش يعني هما بيتعابوا أكتر من ناحية النفسية فمش معنى كده إن أنا بقول للأطباء ما تقولوش التشخيص بس أصدي إيه إن فيه قطاع عريض جداً من قطاع عريض جداً من الأطباء الأفاضل يفضلوا دلوقتي إن في بعض الأحوال لما بيكون دور كده عاية ومنتشر شوية إنهما ما يدخلوش أو ما يدخلوش المريض في تفاصيل الأسماء لأنه في الآخر إحنا يعني زي ما بنقول إحنا عايزين إيه عايزين الشفاء نسأل الله الشفاء ونسأل الله العفية والطبيب هو سبب من أسباب الشفاء بإذن الله تمام قولنا قبل الفاصل ما يطلع على طول ما نخلص ويعني قلنا إنه مهمة أوي الكشف الطبي والمتابعة وقلنا إن في الكشف الطبي الدكتور بيفحص حالتك وبيحدد لحضرتك أو حضرتك أو ابنك أو بنتك أو زوجتك أو والدتك أو والدك أوي أن كان بيحدد لحضرتك العلاج الملام وبيقول لك تعالى أشوفك بعد أسبوع ممكن في خلال هذا الأسبوع تكون يطلب منك أشعة وزي ما بيقول لك ممكن يطلب أشعة صدر عادية خالص أو إنه يقول لك تعالى بس تمام وقلنا إن دي حاجة مهمة جدا جدا علشان خاطر تعديل العلاج سواء تعديل الجرعات أو حسف نوع أو إضافة نوع أو ما إلى سانك طيب الدور ده اللي قلنا أعراضه في القسم الأول اللي عايز يعرف بقى اللي كنا بنقول إيه في أول الحلقة أو ما كانش معنا يعني يرجع بقى الوسائل للتواصل يشوف إحنا كنا بنقول إيه الأعراض دي اللي هي الحرارة والكحة وتكسير الجسم واحتقان الأنف وهكذا لما تظهر على الأطفال ها بنروح لدكتور أطفال حلو الكلام؟ طيب لما تظهر على الكبار نروح فين؟ بنروح لتخصص الأمراض الصدرية تخصص الأمراض الصدرية هو المعني بعلاج هذه الحالة خلوا بالكو قوي من اللي أنا بقوله الدكتور الباطني بيعرفوا كل حاجة بس مش تخصصه الدقيق فاهمين قصدي؟ لأن فيه ناس تقولك ما أنا عصلي فيه الدكتور فولان دي أنا عارفه بقى بتاع بعالج عنده كمان السكر وبعالج عنده بتاع فهو هيفدني لا الدور ده عائل الكبار يعني الكبار اللي هو مش أطفال يعني أحتاج دكتور أمراض صدرية على فكرة من بين الأعراض اللي بتظهر متأخر شوية أو حتى بعد بداية العلاج يعني بتظهر بعد كم يوم كده يعني نفترض أنه الواحد بقى جاله للدور ده ورح للدكتور وبدأ العلاج يعني بعد ممكن 4-5 أيام 6 أيام هتلاقوا حاجة غريبة جدا في الدور ده بالزان عرض اسمه تغيير الحالة المزاجية للأسوأ يعني تلاقي الواحد قاعد كده مقريف مع أنه راحه وتعبانه وكل حاجة وراح الدكتوره وبياخد دهوك بس ليه متدهي أنا ليه بقول لكم الحكاية دي بقول لكم الحكاية دي عشان نستحمل بعض ودي نصيحة على فكرة مهمة قوي وبقول لكم فعلا من قلبي ولوجه الله استحملوا بعض يعني العيان المريض يعني لو نفترض أنه فيه زوج وزوجة ولاده بتاعه الزوج عيان خلاص هو مش لازم يقعد يبرر هو ليه متدايق هو فعلا متدايق ومش عارف ليه يعني هو ما عندوش سبب فما تلاقيش بقى زوجتك أو يعني حضرتك بقى تيجي تقول انت مالك ليه قاعد متدايق كده هو احنا يعني اللي عيناك هو احنا اللي جايبين لك يعني العية ده وعندما انت بتاخد ده وانت قاعد مكشر ليه هو مش زنبه هو مش بإيده وكذلك الأمر لو عكسنا الحالة ألف سلامة على الجميع مش لازم بقى حضرتك تعطوا لا انت مالك قلبة وشك ليه ما احنا يعني وانت أول واحدة تاعي ما انت بتاخدي ده وانت هتوقف الكون يعني عشان انت عينا انا بقول لكم الكلام بالي بتقلق اهو في البيوت صح؟ لا نستحمل بعض نستحمل بعض والأطفال لو طفل صغير شوية او طفل تحت يعني بنعرف ناخد وندي معاه في الكلام يعني انت مالك كده وانت بتتدل عليه وكل ما هنكلمك متردش ومش عارف ايه هو بيكون من الأعراض بتاعة الدور ده المرض ده بزي الحالة المرضية اللي انا بكلم عنها دي بزي بتكون عاملة نوع من أنواع الإجهاد والانسحاب الاجتماعي بيبقى البني آدم ربنا يعافينا جميعا زي ما بيقولوا كده ما فيهوش حل يتكلم ولا عايز يتكلم ولا عايز يبرر ولا عايز يفسر يعني حتى ممكن يجيلوا مكالمات تليفون مش عايز يرد عليها فتلاقي ناس تزعل الله ما نكلمتك وانت ما ردتش وعيت لك رسالة يا جماعة نقدر بعض نقدر بعض ونستحمل بعض ليس على المريض يحرج صح كده؟ طيب النصيحة اللي بعد كده إن فيه حالات مش أنا بقولكو هو أول ما نحس لقدر الله بالأعراض دي بنروح للدكتور على طول سواء دكتور الأطفال بالنسبة للأطفال أو لو كبار بنروح الدكتور تغسط أمراض صدري إنما فيه حالات ما بنروحش للدكتور بنروح الطوارق طوارق المستشفى ما فيش وقت إن إحنا نروح الدكتور لازم نروح طوارق مستشفى هتقولولي ايه ده انت ليه كبرت الموضوع كده ومش دور بر أنا بقولكو هو ما هو أنا مش بكبر الموضوع بس فيه أحوال معينة لابد أن يكون تحرقنا في اتجاه مستشفى أو في اتجاه قسم الطوارق في مستشفى من الأول خالص كده إمتى الحالات دي لو أطفال لو عندهم كحة فيها إفرازات ومعاها إفرازات يعني فيها بلغم ومعاها ترجيع ومعاها حرارة فوق التسعة وتلاتين هنا ما بنروحش للدكتور لأ بنروح طوارق بنروح للمستشفى المستشفى بقى بيعلقوا بقى بيعملوا بقى لاين بيركبوا كانيولا وبيعلقوا خوافة حرارة على محلول معين وبيحطوا حاجات وبيدوا ممكن حقنا في الكانيولا دي عشان توقف الترجيع ده مش إجراءات تحصل في عيادة خلاص عشان تبقى الأمور واضحة يبقى لو الطفل عنده كحة والكحة دي فيها بلغم وأنا بتكلم عن الأطفال كمان فيه أطفال كتير وما بيعرفوش يتردوا البلغ معاها ترجيع معاها حرارة تسعة وتلاتين فأكثر يعني مستشفى على طول خلاص طيب إيه الأحوال التانية اللي نروح فيها بردو نروح بالمريد المستشفى لو المريد ده كان حد من الكبار خصوصا كبار السن وكبار المقام أنا بقول كبار المقام قبل كبار السن لو عندهم حرارة فوق تسعة وتلاتين ها زي الأطفال بقى ومعهم ترجيع لا عندهم حرارة بس فوق تسعة وتلاتين مع تغيرات في درجة الوعي هتقولولي تغيرات في درجة الوعي يعني يعني المريد يغم عليه أقول لي حضرتك مش لازم يغم عليه بعد الشر تغير في درجة الوعي يعني أنك تلاقي مثلا والدك والدتك والدت زوجتك والد زوجتك حد قريب وهو تصادف يعني أنه مريد وقاعد معاك يعني ها وابتدى أنه هو يعني لخبط في حكاية بتتقال أو في حاجة بتتقال الأسامي الأيام بتاعة الأسبوع حكالك عن شخص قالك أنه عمل كذا وكذا وكذا فأنت تبقى عارف الأمر فتقول الله يا بابا مش ده مش هو اللي عمل كده ده اللي عمل كده واحد تاني خالص مع حرارة تسعة وتلاتين مع كون المريد من كبار المقام وكبار العمر كبار السن لازم نروح طوارئ مستشفى على طول على طول مش نروح لدكتور ونكلم العيادة ودكتور بيجي إمتص الدكتور بيجي سبت واثنين واربع الله ده النهاردة الاربع بس مش هنعرف نروح يبقى نستنى اليوم السبت جاء وفيش كلام ده لازم نروح مستشفى وقسم الطوارئ على طول خلاص كده طيب من علامات الدور ده برضو الدور ده تحديدا اللي جاء اللي ماشي في في الدنيا دي تزبزب الحالة الصحية خلال نفس اليوم وأنا بكلمكم هنا وإحنا بناخد العلاج يعني إيه يعني المريض من دول تبصت لقيه بياخد الدو وتمام وملتزم وكل حاجة ليه شوية عادي حاسس إنه عادي خالص حاسس إنه خف بعد ثلاث أربع ساعات تحس إن الواحد تعب تاني وكأنه ما باخدش دوة شوية ويحس إن الواحد خف وفيه تزبزب كده في الحكاية في الحكاية التزبزب ده معناه يعني باختصار إن المعركة دايرة جوة جسمك ما بين جهاز المناعة وما بين المايكروب المسبب لهذا لهذه الحالة المرضية زي ما اتفقنا قان كان اسمه والله ما يفرق طالما بناخد العلاج السليم هيفرق معنا إيه هيفرق معنا إيه إنه يبقى اسمه أنفلونزا أو كورونا ما هتفرق فيه ما احنا بناخد العلاج الصح اللي رحنا للدكتور والدكتور قال لنا العلاج الصح كذا 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 والحمد لله بنتحسن هتفرق فيه بقى مع حضرتك أو حضرتك إنك تعرف إنه أنت عندك طب أنا عايز أعرف هي كورونا عادية طب أنت مال ما أنت بتاخد الدولة يعني عايز تعرف رقم السلالة يعني بتاعتها والحاجات دا أصلها فيه تغيرات شهرية أنا عايز أقول لكم في المسميات وفي الحاجات ربنا يا ربي عافي الجميع والحقيقة منظام سحل العالمية ربنا يكرمهم يا هم الحقيقة نشطاء جدا كل شوية يعلنوا للعالم إن فيه حاجات هتحصل وحاجات كده تمام؟ ربنا يا ربي عافينا جميع تمام؟ عايز أقول لكم بدلوقتي على معلومة خاصة بالحرارة معلومة مهمة أوي هل كل ارتفاع في درجة الحرارة خطر؟ أو بمعنى آخر إيه هي الحرارة ارتفاع الحرارة المقبول وارتفاع الحرارة غير المقبول باختصار شديد جدا والإجابة خاصة بالأطفال وبالكبار كمان بالأطفال وبالكبار الحرارة العادية لغاية 37 وشرطتين أو 37 واثنين من عشر خلاص؟ لغاية 37 واثنين من عشر تمام أنا عايز أقول لكم إن فيه يعني ده الأمر اللي أنا بأتكلم فيه دلوقتي ده مختلف عليه جدا جدا يعني كل مجموعة طبية مش أقول لكم كل دولة لا ده كل مجموعة طبية جوا نفس الدولة كده ماشيين ببروتوكولات وهتقولولي بس هو مش ده غلط أقول لكم لا مش غلط يعني فيه يعني أنا أعرف منظومات طبية في دول معينة بيتعاملوا مع مرضى يا رب يشفينا ويعافيهم 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 يا رب جميعا كلنا يا رب بيتعاملوا مثلا مع مرضى الأورام السرطانية مرضى مثلا اللوكيميا أحد أنواع سرطانات الدم أو حاجة هي يعني في منتهى الحساسية والحرج وهذه المنظومة الطبية والمريض ده ماشي على علاق كمائي وحاجات كده تمام تبسط ليهم بيتعاملوا مع الحرارة إنها عادية لغاية 37.5 أو 37.6 أو فاصل 6 من عشر ما يدوش حال هذه فلسفتهم يعني أو ده نظامهم الطبي خلاص نظام المكان ده كمان يعني أنا أنا بقول لكم المعلومة دي لأنها أنا شخصيا استغربتها شوية قالوا لي لا إحنا ماشيين على ده لأنه بقى فيه تركيبات معينة بتتعامل والأدوية الكيميائية دي إحنا مش عايزين نستعجل كل كل زي ما بيقولوا كل مكان كده له ضوابط طبية صارمة بتحكمه وما فيش حد غلط أنا بس بفاهمكم إنه ما فيش حد غلطات لكن ما تم الاتفاق عليه إنه لغاية 37.2 واثنين من عشر طبيعي حل طبيعي فوق الاثنين من عشر يعني 37 بقى وثلاثة من عشر فما فوق نبتدي نفكر إنه إيه ها ندي بقى خوافة حرار فهمتوا قصدي دي معلومة مهمة قوي فيه ناس تقول لك 37.3 8.10 فتلاقي الدكتور يقول لك بس مهم ما تعليش أكتر من كده يعني ما تبقاش هو 4.10 أو نص هتقول له يعني يا فرق كده لإني بيفرق هل المريض ده عنده أمراض أخرى هل عنده ارتفاع في ضغط الدم مثلا هل عنده سكر هل هو كبير كبير في السن هل بياخد حاجة من الأدوية الخاصة بالأمراض المناعية هل بياخد أدوية فيها كورتيزو ما أنا بقول لكم كل بني آدم ها هو حالة في حد ذاتها هو جزيرة لها حدود وحاجات معلومة فعشان كده احنا بنقول المتفق عليه لكن وارد جدا أنك تلاقي الدكتور يقول لك لو حرارتك 37 و3 من 10 لازم بنبدأ خوافة حرارة ومش عارف والدول فلاني أو تبص تلاقي للدكتور ما يبتديش مثلا يدي مضاد دحاوي إلا في أحوال أخرى لأن مش كل ارتفاع للحرارة بنديه مضاد دحاوي على فكرة الحرارة بترتفع غالبا لأسباب فيروسية غالبا يعني بتبقى حاجة بنسميه احنا فيرل عشان كده عشان كده أطفال كتير قوي لما بيجي لهم ارتفاع في الحرارة ونقعد نسأل أهلهم عندهم أعراض تانية يقول لك لا أقول لهم خلاص نقول لهم كلنا يعني نقول لهم خلاص هيمشي على خوافة حرارة 48 ساعة خلاص يعني المدة يومين كل 4 ساعات طالما ما فيش أعراض تانية تمام كده فعايز أقول لكم أن المقبول في درجة الحرارة غير 37 و 2 ما فوق 37 بقى أو 3 فما فوق دي بتخضع لرأي الطبيب اللي حضرتك بتروح له بهذه المناسبة برضو قبل ما نطلع للفاصل عايز أقول لكم معلومة مهمة جدا عن خوافة الحرارة أنها لا تعمل لو كانت درجة الحرارة فوق الـ 38 عكس ما ناس كتيرة أو مش عارفة الحكاية دي يعني فيه ناس كتيرة مش عارفة المعلومة دي تلاقي واحد حرارته بس 38 ونص وبرضو فيه بلاد أخرى يقول لك فوق 38 ونص بس إحنا في الأحوال زي دي بناخد الرقم اللي هو الأقل بنقول 38 احتياطي خلاص يبقى لو طفل مثلا حرارته أكتر من 38 والمفروض ياخد خافض ما تدلوش الخافض دلوقتي لازم تعمله كمدات على جسمه كلها أول أسهل إنك تحميه تحمه الطفل بمية فترة مش هيحصل أي حاجة بالعكس الحمام بقى لما ياخد حمام بمية فترة كده بس بلاش الماء السقعة أنا بقول مية فترة مية فترة أو مية دافئة يعني دافئة بلاش فترة حسنا أنت تتفهم غلط دافئة خلاص دي كفيلة إن هي تخفط درجة حرارته خلاص بتتخفط درجة حرارة شوية ما تقسش بقى خلاص قدي بقى الخافض على طول إنما لما نقيس العشان كده دايما نقول للناس إيه لما تدي ابنك أو بنتك خفض الحرارة لازم تقيس الحرارة قبلها لأن لو كانت فوق الثمانية وتلاتين وما تعدمدش على الإيدين وعلى الجس الجبهة وكده لأ لازم نقيس لو كانت فوق الثمانية وتلاتين خفض الحرارة ده مش هيشتغل خفض الحرارة بيشتغل تحت الثمانية وتلاتين يعني أخره ثمانية وتلاتين يبتدي يحدث الأثر بتاعه بمناسبة دي بقول لكم الكمدات حلوة جدا تتعامل عادي جدا بس على كل أجزاء الجسم مش على القورة بس أو عجبها بس لا على الدراعات وعلى الفخدين وعلى البط تمام؟ أو الدش وبمناسبة الكمدات ممنوع أن احنا نستخدم كمدات الكحول يعني ما نحطش الكمدات دي في كحول كده ونقعد نقول هنعملها كده على الجسم ليه؟ لأن الكحول ده هو السائل هو المية هي اللي بتطلع على البخار أصلا فإحنا عايزين بس يبقى فيه مية في الموضوع المية دي ومع الحرارة بتاعت الجسم الجسم لما بيبقى عنده حرارة وتيجي عليه المية دي زي ما بقول بقى بتدش أو بالكمدات بتروح درجة الحرارة مرفوعة يعني تقل يعني قصدي البخار يصعد فدرجة الحرارة تقل درجة الحرارة ممكن تقل لغاية 25% انتوا فاهمين قصدي؟ يعني حاجة فعالة جدا بعد كده ندي الدواء خلاص بلاش كمدات الكحول هنطلع لفاصل دلوقتي ونرجع نستكمل الجزء الأخير مع حضراتكم خليكم معنا أهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة من يحكى أن واللي خصصناها لنصائح فعالة ومهمة جدا عن دور العية اللي ماشي اللي أصاب ويصيب وهيصيب عدد كبير مننا لأن ده الشيء الطبيعي اللي بيحصل في هذا الوقت من العام وإن كان في هذا العام تحديدا الدور ده يعني شديد شوية وبيطول شوية عند بعض الناس ربنا يشفي الجميع قبل الفاصل على طول قلنا أنه خوافض الحرارة ما بتشتغلش فوق درجة 38 عشان كده لو طفل أو كبير قبل ما ندي أي دواء أنا بكلم عن خوافض الحرارة تحديدا خوافض الحرارة بنقيس الحرارة لو لقناها أكتر من 38 لازم نعمل يا إما كمدات وقلنا كمدات بتتعامل بالمية المية الفترة أو المية الفترة يعني مش سخنة تمام ومش سقعة عشان التبخير ده هو اللي بيخفض الحرارة أو إن إحنا إذا كان طفل مثلا بنديله دوش أو حتى حد كبير بنديله دوش بس الأطفال بيبقوا أسهل يعني بنحميه بسرعة مش بمية سقعة أنا بقول تاني وتالت وعاشرة أو وبعدين ندي خوافض الحرارة تمام؟ على فكرة زي ما لسه أقيل لكم برضو في القسم التاني من الحلقة إذا كانت حرارة الأعراض عند الأطفال اقتصرت على الحرارة فقط وهذه الحرارة لم تتعدى الـ 38 الأساس في علاج هنا الأطفال إن إحنا بنشك دايما كأطباء نقول دي حاجة فيروسية حاجة فيرل يعني ممكن الجسم يتعامل معها بسرعة فبندي خوافض حرارة كل 4 ساعات لمدة 48 ساعة بشرط بشرط إنه ما يظهرش أي أعراض تانية يعني تبقى الحرارة بس تمام؟ وبالمناسبة دي برضو هقول لكم على نصيحة عملية بيعملوها الحمد لله كل الأطباء دلوقتي يعني في الأطفال إنه هما بيكتبوا لكم نوعين من خوافض الحرارة خلاص؟ ده ليه؟ علشان خاطر ما يبقاش فيه نوع واحد فنستنفذ الحد الأقصى منه خلال اليوم يعني فيه مثلا الدول فلاني فيه أدوية مشهورة أو أنتوا عارفينها يا بتبقى نقط أو شراب أو كده فنقول إيه الدول فلاني بس ما يزيدش عن مثلا أربع مرات في اليوم أو ما يزيدش الجرعة بتاعته عن كذا فلما بنحسب العدد الميلي جرامات نقول الله ده كده هيزيد عشان كده كل الأطباء دلوقتي في كل حتة في الدنيا بيكتبوا نوعين من خوافض الحرارة وعشان تبقوا فاهمين النوعين اللي بيبقوا مكتوبين دول بيبقوا طريقة شغلهم في الجسم غير بعض فعشان كده بنقول إيه خوافض الحرارة تبقى بالتبادل يعني بندي مرة ده وبعدين ندي النوع التاني بعده المرة اللي بعدين ندي النوع التاني مجنديش نفس النوع الأولاني وبعدين النوع الأولاني وهكذا دي الحكاية دي بتضمن لنا عدم تخطي الحد الأقصى من الجرعة اليومية لدوى فيهم ودي بتبقى حاجة فعالة أو نصيحة هي حلو تمام فزي ما قلنا دي بتبقى حاجة فيروسية وإن شاء الله كده بتروح لحالها عند معظم الأطفال إذا فضلت الحرارة بعد الثمانية واربئين ساعة أو ظهر أعراض تانية خلال الثمانية واربئين ساعة الدكتور بنروح له على طول هيتعامل مع الحالة بطريقة مختلفة بقى تمام تمام طيب لازم الكشف الطبي أنا بتكلم هنا على الأطفال والكبار لازم الكشف الطبي من الأول يعني حتى اللي حكاية إن احنا نمشي الطفل على خوافة حرارة دي الدكتور هو اللي يقول لنا خلاص يعني احنا بنتكلم على أنا بس بقول لكم ما تستغربوش إنكم لو رحتوا للدكتور أو دكتورة وكتبت لكم خوافة حرارة بس ما تقولوش إيه ده دي ما كتبتش أي حاجة تانية ده الولد كان حرارته 38 أيوة ما وفيه فيه طب يا جماعة فيه إحنا درسين طب فمش بندي الأدوية كده وخلاص لا بنقول كل حاجة في وقتها خلاص فعشان كده أنا بكرر لازم الكشف الطبي لأنه بناءنا كشف طبي بيحصل اختلاف في أنواع العلاج العلاج ممكن المضادات الحيوية واختلافات المضادات الحيوية يعني المضادات الحيوية دي لها مدى واسع جدا من الاختلافات سواء في تركزها أو جرعتها مش أنتوا تسمعوا كده عن أنت تبص لها مثلا اتنين عيانين فيقول له إيه واحد منهم يسأل التاني يقول له إنت عيان برضو نفس الدور يقول له آه والله يقول له إيه بتاخد أي مضادة حيوية يقول له والله خدت المضادة حيوية لو بياخد ثلاث تيام يقول له إيه ده غريبة قوي أنا باخد المضادة حيوية الدكتور قال لي هتاخده أسبوع وكتب لي على نوع بيتاخد أسبوع تلاقي واحد تالت بقى سامعهم مثلا كان في شغله أبعد جاي يقول لك يا جماعة ده لما عييت من أسبوعين خدت ده وحيوي مضادة حيوية خمس تيام لا ثلاثة ولا سبعة كل دول صح بس الدكتور اللي كشف على ده والدكتور اللي كشف على ده والدكتور اللي كشف على ده ارتأى أن ده ياخد المضادة الحيوية نوعه ده وده النوع ده ده النوع ده مش بس كده ده فيه كمان اختلافات في التركيز الكشف الطبي ضرورة ضرورة بتوفر في الفلوس عشان تبقوا فاهمين وكذلك اختلافات البخخات فيه بخخات اللي بتاعت الحالات الأمراض التنفسية دي البخخات دي أنواع كتير جدا جدا يعني مختلفة في المحتوى بتاعها يا وكذلك أدوية الكحة أدوية الكحة برضو فيها اختلافات كبيرة جدا من حيث التركيب والجرعات وأدوية الحساسية واختلافاتها خلاص أدوية الحساسية بقى فيه منها اللي بتحط على اللسان وفيه منها اللي بتاخد شراب وفيه منها اللي بتاخد إقراص وهكذا تمام بناء على ايه اختلاف أدوية الكحة واختلاف أدوية الحساسية وحتى اختلاف المضاد الحاوي طبيعة الإفرازات اللي هي البلغم تمام وفي نفس الوقت طبيعة الحالة المرضية اللي عند المريض ده بمناسبة الإفرازات أو البلغم أنا عايز أقول لكم في الدور ده برضو الإفرازات أنا آسف يعني البلغم بيكون في البداية شكل وبعد شوية من العلاق شكل تاني هقول لكم إزاي يعني في البداية بتلاقوا إن البلغم ده زي ما يكون حاجة صغر أوي لزقة في الزور من جوه بعد فترة من العلاج بعد عدة أيام من العلاج بتلاقي البلغم ده بقى إخراجه أسهل وكميته أكتر فعايز أقول لكم دي علامة تحسن يعني علامة تحسن علامة استجابة إن الدواء بتدى أو الأدوية بتدت تجيب نتيجة أدوية الكوحة طبعا بتتاخد كل ست ساعات في أوقات اليقظة لأن في ناس كتير أو بتسأل السؤال ده كل ست ساعات في أوقات اليقظة يعني إيه في أوقات اليقظة كل ست ساعات يعني مفروض أربع مرات في اليوم لا إنت حسب الفترة اللي حداك صحي فيها وحسبها ست ساعات يعني مثلا لو هتاخد مثلا مثلا 12 الظهر يبقى 12 الظهر وستة مساء و12 مساء فهمتوا قصدي؟ ليه؟ ما تصحاش من نوم عشان تاخد دواء كوحة إنما أصحى من نوم عشان تاخد مضاد دحيو فهمتوا الفرق؟ حداك بتصحى من نوم عشان تاخد مضاد دحيو ده اللي لازم يتاخد بالملي إنما أدوية الكوحة طول ما انت نايم أنت كده مستفيد أو أفيد لك من إن أنت تبقى صاحي مش معنى كده إنه حداك صاحي وتقول طب ما أنا كويس أوبا ما أخدش الدواء لأ هتاخد دواء الكوحة أو أدوية الكوحة لأن كتير من الأطباء بيكتبوا أكتر من نوع خلاص؟ فبتتاخد كل ست ساعات في فترات اليقص يعني طول ما انت صاحي ده عايز أقول لكم حاجة ده في بعض الحالات الشديدة بتلاقي الدكتور بيكتب لك دوين كوحة فاكرين لما لسه بنقول نوعين من خوافض الحرارة للأطفال دوين كوحة وهيقول لك إيه خلي الفرق بينهم ثلاث ساعات ليه؟ لأنه أحيانا بتكون الكوحة جديدة جدا الكوحة بتبقى وحشة قوي في الحالة المرضية دي خلوا بالكو كمان إن الفيروس ده كان كان اسمه بقى بيخدعنا بس ما بيخدعش الأطباء بيخدع المرضى بتفتكر إن انت خلاص خفيت أو تحس إن انت بقيت كويس فتقول خلاص بقى أنا بقيت كويس لا الدكتور قال لك راحة الدكتور قال لك هتجي لي بعد عشر تيام هتجي لي بعد أسبوعين لازم تروح له ليه؟ يعني لأنه هو الفيروسات دلوقتي من ضمن التحور إنه يهيئ للجسم إنه هو خلاص واستكان ومشي أو بقى موجود بس ما بيعملش حاجة تقوم الأعراض تخف خلاص؟ عشان كده بقول لكم بلاش الاستعجال في العودة للنشاط آن كان النشاط يعني تمام؟ يعني بلاش الاستعجال في العودة للنشاط خلاص؟ سواء كان النشاط ده بقى إن حضرك تروح شغلك أو النشاط ده إنك تودي ابنك المدرسة أو تودي ابنك الحضانة أو حضرتك تروحي شغلك خلاص؟ بلاش استعجال في العودة للنشاط في أهمية كبيرة الأدوية الحساسية خلاص؟ الأدوية الحساسية دلوقتي بتكتب بشكل روتيني مع أدوية الكوحة لأنها بتساعد جدا الانتي هستامينز دي بتساعد جدا على تقليل الإفرازات اللي بتبقى مزعجة جدا يعني كل أسباب الكوحة دي عشان طرد هذه الإفرازات أو الإفرازات برضو بتسبب ديق في الشعب الهوائي في أهمية كبيرة للراحة الفعلية وزي ما بقول لكم الراحة سواء في المدارس أو الحضانات أو الشغل عشان حضرتك أولا وعشان الآخرين ثانيا عشان ما حدش يتادي في معلومة عايزة أقولها لكل الناس معلومة لوجه الله برضو أي حد بيأخد بخاخة بخاخة من حاجات البخاخات خلاص البخاخة الفم يعني وهذه البخاخة تكون بتحتوي على الكورتيزون بأي شكل هي مش خطر ده بالعكس يعني حاجات دي بتبقى مفيدة أوي للجسم في الحالة المرضية دي لازم نتمضمط بعضيها أو نتغرغر بعضيها دي نقطة مهمة أوي يعني بعد ما تعمل هذه البخة بتجيب كباية كده وتاخد بقى مية ما تبلعوش بتعمل غرغرة فيه بتالي كل ناس عارفة الموضوع ده وترمي المية بتعمل الموضوع ده مرة أو اتنين دي مهمة أوي الكحة زي ما قلتلكم من الأعراض السخيفة أوي وممكن تستمر حتى بعد ما تبقى زي الفل تفضل معاك الكحة شوية بعد الشر يعني فيه ناس ممكن توصل معهم الكحة دي لشهرين بعد الشفاء خلاص علشان كده عايز أقدم لحضراتكم سريعا جدا نصائح للتعامل مع الكحة بجانب الأدوية بجانب الأدوية خلاص فيه حاجات مهمة جدا من أول يوم لازم تعملها لازم تشربه سوائل دافية كتير وأنا عارف أن أنا هقوله بعد الوقتي ده فيه ناس بقى ممكن تتصياد وقولك الدكتور طالع يقول أعشاب ومش عارف إيه أه أه لأنها حاجات مفيدة ومفيدة جدا كمان مفيدة جدا في الدور ده في دور المرض ده الأعشاب المسموحة إيه؟ الناس تشرب إيه؟ تشرب تيليو تيليو هايل في الحالة اللي زي دي هايل التيليو الكاموميل خلاص الكاموميل اللي هو البابونج تمام؟ البردقوش ورق الجوافة الينسون ها؟ أقول لكم على حاجة بقى أكتر العطرين اللي هم بشرط أنه هم اللي عندهم الأنواع جيدة وهم سمعتهم جيدة عندهم خلطة كده اسمها خلطة الكحة ما فيش منها أي ضرر إنكم تشربوه بتتجاب وبتتغلي وبعد ذلك تتغلي في المية بعد ذلك بتتصفى وبتتشارك بالمناسبة الخلطة دي بتحتوي على إيه؟ بتحتوي على الشمر والزعتر والينسون وتحديداً الينسون النجمي واللبان المر وحبة البركة أنا هو بكامل قواية الحقلية وطالع أقول لكم هذه المشروبات الدافئة لا تقل في الأهمية عن أدوية الكحة لأن دي حاجة أنا بقولها ربنا سبحانه وتعالى هي حسبني عليه منفعش أقول لكم لا 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 خليكم في الأدوية الأدوية مهمة أنا بقولش هو أقفوا الأدوية بس دي حاجة مهمة جداً جداً دي أنا عايز أقول لكم إن في ناس بيحطوا جنبهم كده الأزايز الصغيرة دي أو زي الترمس الصغير ده اللي بقى فيه مياه دافية في وسط الليل لما بيقوموا من نوم على كحة فيه أطباء كتير ينصحهم يقول لك اشرب شوية مياه دافية فالسوائل الدافية مهمة فالأعشاب دي بقى بالذات بتفيد جداً الجهاز التنفسي اللي أنا قلت لكم عليه التليو والكاموميل والبردقوش وورق الجوافق والحاجات دي كلها وخلطة العطار دي بس إذن قلنا بشرط جودة هذا العطار وجودة منتجاته تمام؟ كمان خلطة العطار دي معلومة عايزة أقول لكم عليها ما تحطوش عليها عسل بالمناسبة ما تحطوش ما تغلوش العسل يعني اللي عايز ياخد عسل ياخده عادي كده أو يدوبه في مياه دافية إنما ما تخلوش العسل يغلي أو تدوبه قوي تمام كده؟ والعسل مفيد جداً برضو العسل مفيد جداً ربنا سبحانه وتعالى مشان اللي بقول ده ربنا اللي قال إن فيه شفاء للناس آه ومختلف ألوانه صحيح لكن فيه شفاء للناس ربنا محددش لون معين ولا نوع معين لإن فيه عشرات الأنواع من العسل فيه أنواع من العسل بتصل يعني القيمة بتاعتها لألاف الجنيهات حرفية أنواع كده بقى من النحل بيبقى موجود في نيوزيلاندا واستراليا مش عايزة أقول أسامية مش هتفرق يا خلاص وطبعاً فيه أنواع تانية بتبقى موجودة على الجبال وبتاع بس العسل كله مفيد أقول لكم كمان على حاجة مفيدة جداً زيت حبة البركة زيت حبة البركة مفيد جداً 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 في الدور ده وتحديداً للكحة بس جرعته لازم تتاخد بعناية شديدة بيتاخد خمس قطرات مرتين في اليوم خمس قطرات دول عشان بس تبقى عارفين عارفين المعلقة الصغيرة اللي احنا بنعمل بها الشاي دي الخمس قطرات دول بيجوا بالزبط أقل من ربع المعلقة خلاص وبرده بيتجاب وحاجة زيت الزيتون كده يقولك زيت حبة البركة البكر ده كويس جداً جداً بالمناسبة العسل ممنوع لأقل من عمر سنتين والعسل والناس كلها تاخدوا حتى مرضى السكر بس بشرط انه ما يزودوش عن 20 جرام في اليوم خلوا بالكم الحكاية دي فيه بقى سوائل ممنوعة في الدور ده سوائل ممنوعة ان احنا نشربها في الكحة والحاجات دي ممنوعة نشرب جنزبيل عشان الناس كثيراً يشربوا جنزبيل بالعسل ولمون بالجنزبيل الجنزبيل ممنوع واللمون ممنوع والنعناع ممنوع والقرفة ممنوعة والحمضيات ممنوعة ليه البرتقان واللمون والكيوي كأكل او كشور ممنوعة وممنوع كمان الصلصة الحمراء لان اي حاجة مسبكة يعني اي حاجة تزيد من الحموضة تزود الكحة خليوا بالكم الاعشاب دي انا بقول لكم مفيدة قبس ما تعودوش تشربوها على طول يعني عشان الاعشاب دي لو زيادة قوي ممكن تعمل اسهال لقدر الله كمان نقلل او ممنوع نشرب القهوة واللبن لان فيه اطعامة بتظهر الحساسية زي اللبن والسمك والبيت دي تظهر الحساسية فعل رد فعل الجسم تجاهها ده حاجة مهمة او لازم نهتم بالمصادر بتاعة الزينك ومصادر فيتامين اي والبي خمسة والبي تاكاروتين والبي تناشر والبي ستة ولازم فيتامين اي والنام كويس نم عميق ومستقر ونقلل التوتر ويبقى المكان بتاعنا فيه تهوية جيدة ومتعرض للشمس ونعلي المرتبة شوية او المخدة يعني المخدة لو وحدك يعني نايم مثلا جنب زوجتك او انت نايمة جنب زوجك على السرير فبتعلي المخدة بتاعتك انما لو حدك نايم لوحدك على السرير علي المرتبة كلها لانه تعالية المرتبة شايفين نعمل ايدي ازاي تعالية المرتبة دي بتساعد جدا على التنفس بشكل احسن وبالتالي النوم بشكل افضل وبالتالي النوم الكويس ده النوم العميق المستقر بيخلي كرات الدم بالبيضة تبقى كويسة اوي برضو وفقرات الظهر وعضلات البط واللي عاملين عمليات جراحية ربنا يعافيهم وصادف النجالهم الدور ده يخلوا بالهم قوي عشان الغرز الجراحية دي ما تتأثرش بالكحة واللي عندهم استمرار في آلام عضلات البط لازم ياخدوا مضاد للالتهابات وباسط للعضلات طبعا بإشراف طبي لازم يكون في حرص شديد من التعرض للروايح النفاذة أو الأدخنة أو العوادم أو الأتربة أو الحرق زي حرق أش الرز وما إلى ذلك وبالمناسبة دي عايز أقول لكل الناس أرجوكوا توقفوا عن مسح الأرضيات بالكلور وحيانا في ناس بيحطوا حاجة تانية مع الكلور كده زي مية النار بتطلع أبخيرا الحاجات دي ممكن تودي الناس العناية المركزة أهالينا ربنا يرحمهم ويكرم اللي عايش ويكرم اللي توفى وأهاليهم وجدودنا ما كانوش بيمسحوا بالكلور وبالحاجات دي كلها وكانوا بيوتهم زي الفل فنتوقف شوية عن الحاجات دي لأن الحاجات دي وحشة قوي لصدرنا وبتسبب فعلا مشاكل كبيرة جدا جدا للجهاز التنفسي آخر حاجة عايز أقولها محدش ياخد تطعيم الأنفلونزة وهو عنده أعراض البرد أو أعراض الأنفلونزة خالص ونصيحة يعني اللي خد الدور ده يأجل شوية تطعيم الأنفلونزة يعني وهو خلي بالك هو ما بيحدثش بها أثر ما بتبتيش أجسام المضادة تشتغل إلا بعد 8 أسابيع فاحسبوها أنتوا بقى يعني بعد 8 أسابيع لو شهرين أنا لما أخد ده هيكون الشتاء خلص ولا موجود ولا إيه كل واحد طبعا حر بس أنا بقول لكم البعلومة وإنتوا بقى حرين بشكركم جدا جدا على حلقة النهاردة ويا رب تكونوا استفدتوا منها ويا رب دايما كده يجعلنا من الذين ينفعون الناس ألف شكر والسلام عليكم